في عناوين الصحف الصادر اليوم نبدأ من بوابة جريدة المغرب نقرأ لكم أهم العنوين الموجودة في الجريدة العنوين لول في الشأن الاقتصادي قل تونس وصندوق النقد الدولي مرة أخرى عما تبحث الحكومة وفي تفاصيل المقال هذية من الصفحة الرابعة من جريدة المغرب تقول تونس وصندوق النقد الدولي أشنو تبحث الحكومة من جديد مع صندوق النقد الدولي وعودة على تجميد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هذا كيفش عبرت جريدة المغرب على المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس التي توقفت منذ مدة منذ أكثر من أربعة إلى خمسة أشهر حسن العيدي الصحفي يرجع بالتفاصيل حول مفاوضات تونس مع الصندوق وتاريخ تونس في القروض مع الصندوق ومع مختلف الدول الأجنبية نكمل في نفس الجريدة جريدة المغرب تحكي أيضا في الافتتاحية بقلم أميل جرامي على الحرب على غزة والمنعرج الجديد الافتتاحية اليوم في جريدة المغرب تحكي على زاوية أخرى من الحرب منعرج جديد تقول أنه كانت من المتوقع أن تتسعى رقعة الحرب على غزة لتشمل لبنان وتحكي على هذا التوجه وتحكي زد على تشتت مختلف المواقف العالمية خلينا نقوله مش العربية فقط لليوم وليت البعض منها تستنكر الجرائم الإبادة لقاعدة تقوم بها يقوم بها الكائن الصهيوني ضد قطاع غزة وضد أخونا في غزة موضوع آخر زاد في نفس السياق بعد أربع أشهر ارتفاع تكلفة الحرب والفلسطينيون يدفع هنا ثمان استدام جهود دبلوماسية دولية لوقف الحرب بوضع متفجر على عدة جبهات هذا المقال اللي تقرأه زاد في صفحة السابعة من جريدة المغرب كيف كيف زاد مقال آخر بقلم حاكم بن حمود يقول غزة لهاي وامتحان الضمير اللي هنا يحكي على المحكمة الدولية والقضية اللي تم رفعها في حق الكائن الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية هذا أهم فما في جريدة المغرب في جريدة الصباح فما برشة موضع وطنيا نبدأ بحوار في جريدة الصباح مع وزير الشؤون الاجتماعية يقول فيه أن الصناديق الاجتماعية رفعت في قيمة قروض السيارة والسكن والشخصية ستشمل المتقاعدين في تفاصيل المقال هذي نلقى عودة على أهم الإصلاحات الإصلاحات اللي بيش تم القيام بها في سنة 2024 لتحسين وضعي الصناديق الاجتماعية اللي كانت جريدة صباح في الأسبوع الفارد صلتت على ذهي الظو وحكيت على الإشكاليات اللي تعيشها الصناديق الاجتماعية وأهم التحديات يحكي زادة إلا مقال على الترفيع في القروض المسنى دا واللي بيش تتحول اللي بيش تم تحويلها من مبالغ إلى مبالغ معينة كيف كيف زادة فترات التزديد وبيش تم تحديد نسبة الفائدة وكيفاش بيش تكون قيمتها أيضا المقال يحكي على المنخرتين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإجراءات هذه اللي بيش تنطلق من شهر أفريل 2024 كيف كيف أيضا فما نقطة مهمة لهي إمكانية توسيع دائرة منح القروض للمتقعدين وبالأساس القروض الشخصية أيضا نقرأ زادة في جريدة الصباح أهم الحقوق لنجمه يخذوهم المتقعدين في سينار بييس والسينار سيس أهم الخطوط العريضة لهذه الإجراءات الجديدة اللي هو قرض السكن نيوس لـ 100 ألف دينار ويتم تزديده على عشرين عام ويقول زادة وزير الشؤون الاجتماعية سنعمل على إنشاء مساكن للمتقعدين أيضا يقول زادة أن القرض الشخصي بيش يكون في حدود 25 ألف دينار يسدد على ثلاث سنوات قرض السيارة في حدود 50 ألف دينار يسدد على خمس سنوات ويقول سددنا مستحقات 36 مؤسسة استشفائية عمومية مع ضخ 800 مليون دينار للصيدلية المركزية دونك لهنا الصندوق بدأ في تسويت وضعيته المالية والجبائية وقعد يخرج من الإشكاليات اللي كنا حكينا عليهم في برشة مرات نكملوا مع جديدة الصباح أيضا في موضوع آخر بعد سقوط فرضية زراعة 1.2 مليون هيكتار موسم الزراعات الكبرى رهين توفر هذه الأسميدة والمواد من جديد المقال هذي في جديدة الصباح في الصفحة الرابعة يحكي على فقدان الأسميدة وبعض المواد الأولية اللي تم اعتمادها في زراعات الكبرى ويحكي زادة على الإشكاليات اللي تخص التساقطات تساقطة الأمطار وكيفش بش يكون الموسم الزراعي في تونس نحكي وزادة على موضوع آخر مهم اللي هو في المقال هذي تقرأه في الصفحة الرابعة 403.000 شاب تخلفوا عن التجنيد هذه هي شروط الأعفاء من الخدمة الوطنية لموليد ما قبل 2000 تفاصيل المقال هذي تقرأه في الصفحة الرابعة وفي كل الشروط وكل ما يهم التجنيد نحكي وزادة على تحقيق في جريدة الصفح بعنوان تأخرة في الإنجاز وأفريل 2024 بداية الاستغلال الجزئي نحكي على توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة اللي يحكي عليه برشا واللي صير فيه أمبوتياج كبير برشا ولي فما مشروع لتوسعته ومزال ما مبدأش الإنجاز فيه نورمال ما يكون في السنة هذي يدخل حاجة تنفيذ ولكن الأشغال مزالة من تلقتش ويقول المقال أنه بداية الاستغلال الجزئي لأن الأشغال مهيش كاملة وتوقفت وبش يتم استقنافها من جديد دونك في 2024 بش يتم القبول الجزئي يعني المشروع مش بش يكون كامل هذا شعرنا في جريدة الصباح نمشي إلى جريدة الصحافة اللي هي زادة تحكي في شأن الاقتصادي العنوان يقول منظومة القروض الجديدة بالسناديق الاجتماعية مبالغ كبيرة ونسب فوائد ضعيفة هذا اللي كنا حكي عليه في جريدة الصباح معه في حوار وزير الشؤون الاجتماعية لأنه بش يتم مراعاة المتقعدين في نسبة الفوائد ذمتا على القروض تحكي زادة جريدة الصحافة على القروض الخاصة بالسندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بداية من شهر فيفري 2024 الخاصة بالسندوق الوطني لضمان الاجتماعي بداية من غورة أفريل 2024 سينة سيس وسينير بييس القرض الشخصي 25 ألف دينار واقتناء سيارة 50 ألف دينار وقرض السكن اللي يوصل 100 ألف دينار تفاصيل تقرؤهم في الصفحة السابعة أيضا نحكي شوي على انتخابات المجالس المحلية نهار لحد هذا اللي هو 21 جنفي تنطلق الحملة الانتخابية في ظل إجراءات أسهل على المترشيحين ختم التقاذي حول النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في الصفحة ثلثة تقرأوا التفاصيل هذية لنأكدوه لنعطيوها المعلومة أنه نهار 21 جنفي تنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية هو الموعد 4 فيفري أي إن شاء الله نهار 4 فيفري يكون الدور الثاني وعملية الاقتراع كيف كيف زادة في شأن الاقتصادي جارية الصحافة تحكي على مشاركة تونس في قمة دول عدم الانحياز واجتماعات قمة مجموعة 77 زائد الصين تدعيم التعاون جنوب جنوب والضغط لنصرة فلسطين وشوفنا زادة الموقف الصيني اللي هو زادة موقف مهم برشا في علاقة بالقضية الفلسطينية الصين في أكثر من فرصة كانت تقول أنها تدعم فلسطين وتدعم الأشقاء الفلسطينيين هذا زادة كان في زيارة وزير خارجية الصيني لتونس الجمعة الفيتة وفي حوار لي وفي اجتماع مع رئيس الجمهورية قيسعيد كان أكد أن الصين تدعم الفلسطين وتدعم الأشقاء الفلسطينيين نرجع على الشأن الفلسطيني أهمة تكتب في جريدة الصحافة اليوم جنون في المنطقة هكذا العنوان يقول العمليات معقدة لإيصال المساعدات إلى القطاع غزة ثلاثة نقاط الموت قصفا أو جوعا وهذه المقالات تقرأها في الصفحة 17 من رقن فلسطين وأيضا في الشأن العالمي باكستين تقصف إيران مقتل عشر أشخاص في ضربات أردنية محتملة على جنوب سوريا هذا المقال موجود في الصفحة 18 من جريدة الصحافة نمشيوا لجريدة الشروق أهم الموضيع الموجودة في جريدة الشروق هي ما تختلفش بارش على مختلف الصحاف للتونسية هل تنتهي هل ينتهي تغول البنوك قروض السندق الاجتماعية حل التونسيين قريبا قروض السكن تأمام زائد نصف نقطة هنا نحكي على الفائدة متاع القرض اللي هي لان تيريس اللي نعرفوه أحنا أمام القروض اللي بش تقوم بمنحة السندق الاجتماعية اللي بش تكون بفائدة أقل وبفواث أقل وبش يتم حتى الفترة متاع خلاصها بش تكون أطول نحكي على قروض يتم تساددها على أكثر من عشرين عام جريدة الشروق اليوم فيما في تحقيق تفتحه من الصفحة العاشرة للصفحة الحدي عشر تحكي على تغول البنوك ونعرفوه معناها البنوك قديش تعطي فواث على القروض وقديش زدها نسبة القصاصات حتى على مستوى يعني اللي حتى اللي بش يصب فلوس ولا حاجة بش يجي بش يقوم بعملية التحويل ولا حاجة دي ما فهم برشة اقصاصات اللي هنا نحكي على تغول البنوك وقديش قاعدة تاخو في فواث حتى على مستوى القروض اللي هو بش نشوفوه الفرقة ذي بين قروض السناجق الاجتماعية وبين قروض البنوك واللي ماخد قارد ينجم من الناس اللي يسمعوا فينا ينجم يفهم على شنو نحكيه وان شاء الله رب بيخلص القروضات للناس اللي يسمعوا فينا فما بانك تضامن زده كيف كيف في 2024 بش كون فما قروض زده من قبل وزارة شؤون الاجتماعية والقروض هذي بدون معناها من غير فايلة دونك مغير أنتيريس دونك القروض ذي تتعطى قروض صغرى في شكل قروض صغرى المكسيموم بتاعهم هما 25 ألف دينار وبصفة خاصة هي موجهة للشباب وطريقة السداد يعني 25 مليون تراجع 25 مليون ما أكثرش من 25 مليون ذي توجه وزارة شؤون الاجتماعية مع بنك التضامن فما موضوع آخر زده في الشروق الثقافي زده حكيوا عليه برشا الناس في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الفيسبوك في مؤتمر الإعلام العربي بتونس هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام نهار الخميس تم اختتام أشغال المؤتمر الثالث للإعلام العربي لنظم اتحاد إذاعة الدول العربية على امتداد يومين بتونس شركوا فيه عدد من الصحفين التونسيين رؤساء التحرير في مختلف وسائل الإعلام التونسية وتم التطرق في الجلسة الختمية إلى الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي الفرص ورهانات وهذا هو كان يعني الشعار متع المؤتمر هذية المؤتمر أكيد بما أنه الشعار متاعه هو عصر الذكاء الاصطناعي نقش الذكاء الاصطناعي هل حاجة جديدة هذه والظاهرة جديدة لتغاط في السنوات الأخيرة أهم ما تحكى عليه هو أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين زادة فمشكون قال أنه الذكاء الاصطناعي أصبح يسيطر على المجتمعات وتم منقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام الآن الذكاء الاصطناعي اليوم يهدد الإعلام وفما زادة حديث على أنه في 2025 نحكي على اندثار التليفونات الذكية الهويت في الذكية بصفة عامة وفما شكون زادة حكاية من الحضور اللي هما كما قلت صحفيين وأسادة في الإعلام من مختلف الدول العربية حكيوا زادة على الإعلام وتحدياته أمام الذكاء الاصطناعي شون الاستراتيجيات اللي نجم يقوموا بها وسائل الإعلام خلينا نقوله التقليدية نحكيوا على التقليدية اللي هو اليوم الراديو يعتبر من وسائل الإعلام التقليدية لأنه تغيرت شوية على مستوى الصورة ولكن مازلنا نحكيوا على وسائل الإعلام التقليدية اللي مازلت دي ما معناها في نفس المتبدلتش معه فماش متغاش عليها الذكاء الاصطناعي يعني مازلنا كنحلوا راديو نسمعه صوت فماش حاجة أخرى جديدة على عكس التلفزة وغيره من الوسائل السمعية والمرئية دونك كيفاش بشي أثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام وشنوما التحديات اللي اليوم وسائل الإعلام حذرتها في ظل هالذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نشوفوا في برشة متجددات ومتحويرات هذي أهم تحكي في المؤتمر تفاصيل المقال هذي تقرؤوا في الصفحة 16 من جريدة الشروق نقرأ لكم أهم العنوين الموجودة في جريدة الشروق أثارت جدلا واسعا الغرفة السوداء للاغتيالات تنطلق جلساتها الغرفة السوداء نعرفها الناس الكل وسمعنا عليها في علاقة بالاغتيالات اللي صارت في تونس والحديث من جديد على هذي الغرفة أكيد الموضوع هذي عند القضاء نشوفوا إذا كان فهم تفاصيل جديدة في هذا الملف تفاصيل المقال هذي تقرؤها في الصفحة 15 فيما محكمة العدل في مأزق واشنطن تبحث بديل لنتنياهو هذي المقال اللي تقرؤه في ركن فلسطين تقاوم ونختملكم بمقال نستدعى الناس أنهم يقرؤوه اللي هو بورتري على المقاومة الفلسطينية العنوين يقول المقاومة الفلسطينية غزة وإباء تدافع عن كرامة الأمة الإسلامية نجمو تاخذوا فكرة على تاريخ المقاومة الفلسطينية رو المقاومة الفلسطينية ما بدتش من طفين الأقصى يعني سنوات من المقاومة والنظال يمكن احنا بدينا نحكيو عليها في الفترة هذه ولكن تاريخ كبير برشا وحافل بالنجاحات وحافل بالنظالات والمقاومة للناس اللي تحب تاخذوا فكرة تشري جريدة الشروق مش غالية سمو متاحة 15200 مليم ديجا 15200 ينخذوا باتي كي ما تعملنا حد شي كونيكسيون دونك نقرأوا المقال هاو كان ثقفوا وإحنا ونفهموا شوية ما نقعدوش ننظروا في الفيسبوك بمعلومات غالت ولونو حتى الصحف زاد كيف كيف الورقية وكأنه ماشي نحو الاندثار فمهم جدا اليوم كون نشاجعوا الناس كونهم يشريوا الجرائد ويقرأوا الجرائد لأنه بحق فما مقالة تعديدة يمكن ما تجموشت القواحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون عندها أهمية وفيها مجهودات كبيرة لحقيقة بالنسبة للصحفين اللي يخدموا في الصحفة المكتوبة نقدمولهم تحية على المجهودات رو معناه ومش سهل أنك تكتب مقال تفسيري بفيه ثلاثة صفحات وإلا أنك تعمل حوار موش كما في الراديو وموش كما في التالي بسيطة طبعا ياتيك ساحة سيوار شكرا لك سينو اليوم معنا شركاب معنا حقك ميذي عش إن شاء الله اليوم الموعد الأسبوع يشي برنامج حقك ميذي عش من عشرة حتى النصف النهار ناس ليسموا فينا سابعين سفر خمسة وثلاثين ميو عشرين خط مفتوح ليهم اليوم باش نستقبلوا تليفونيتهم يحكيونا مختلف الإشكاليات الموجودة في جهتهم سابعين سفر خمسة وثلاثين ميو عشرين إذا كان عندكم بالفعل مواضيع حرقة في الجهة تمتعكم كلمونا في برنامجكم حقك ميذي عش من عشرة حتى نصف النهار سينو هذي كانت قراءة كاملة في أهم مجي في الصحف التونسية